السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ياربكم بخير في الفيديو بتانهاردة بالإزدان الله هنستعرض لحضراتكم السر من اسرار اللي موجودة في الكمبيوتر اللي استحال لحضرتك تكون تعرفه لو حضرتك حابب تعرف السر ده ايه تابع معايا الفيديو للنهاية اول خطو هعملها ان انا اقف على سطح المكتب بتاعي واضغط كليك يمين واعمل حاجة اسمها جديد واختار مجلد او فولدر زي ما حضرتك شايف كده انا عملت مجلد جديد تمام وبعد كده افتح الفايل ده تمام هاخد الكود السحر ده تمام كده هزلاله بالكامل زي ما حضرتك شايف ان شاء الله هترك ليك هذا الكود في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو تمام هاخده نسخ هنزل تحت هاجي اقف على الفولدر اعمل كليك يمين مرة تانية واعمل اعادة تسمية واضغط كليك يمين واضغط على لصق تمام وبعد كده اضغط بالماوس في اي مكان فاضي على سطح المكتب بتاعي تمام كده هتلاقي الفولدر اتغير شكله للصورة اللي حضرتك شايف هذا طيب هتقول لي ايه ده وايه الفايدة منه اقول لحضرتك ان ده يعتبر كنز موجود على جهاز الكمبيوتر ان انا جمعت لك كل الاختصارات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر في فولدر واحد لو انا فتحته مش هتتخيل كم من الاختصارات اللي موجودة في قصة حضرتك هنا اعدادات المايب اه تشغيل ميزة تعرف على الكلام تغيير اعدادات النص الى الكلام اه تغيير اعدادات الالوان ادارة بيانات احتماد الويندوز ادارة بيانات احتماد الويب ادارة شهادات الكمبيوتر زي ما هتراك شايف كده الغاء تقسيم الاقراس وتحسينها لو انت حابب ان انت تعمل اه صيانة للاقراس لو انا ضغطت عليها تبدأ تفتح معك تبدأ تعمل على طول عملية تحسين لأقراس الجهاز بتاعك. يعني تبدأ تعمل عملية تحسين زي ما هتراك شايف كده عملية تهيئة وتحسين. لو حضرتك حابب ان انت تفرغ الجهاز الكمبيوتر بتاعت من المساحات اللي هي او الملفات الغير ضرورية لو انت ضغطت على دية هيبدأ يفتح معك كده بالصورة دية هتبدأ تنظف جهاز الكمبيوتر بتاعك لو انا ضغطت على موافق هيقول لك حاسف الملفات غير ضرورية هيبدأ عملية التنظيف زي ما هتراك شايف كده لو انا حابب ان انا استكشف المشاكل واصلحها لو انا ضغطت عليها هيبدأ يصلح لي كل المشكلات الموجودة على جهاز الكمبيوتر زي ما هتراك شايف كده انا ضابطها لعملية اصلاح تلقائي ثم اعلامي بعد ذلك تمام كده مجموعة من الاختصارات الرهيبة لو حضرتك عندك اي مشكلة في الطباعة وضغطت هنا تمام هيبدأ يصلح لك اي مشكلة في الطباعة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر يعني كم رهيب من الاختصارات اللي ممكن تسهل عليك استخدام جهاز الكمبيوتر لو انت حابب ان انت تعمل حاجة اسمها سيانة تلقائية للجهاز تضغط على الاختصار ده هيبدأ يفتح لها في عملية اللي هي السيانة التلقائية للجهاز الكمبيوتر تبدأ تحدد معاد معين وتخلي السيانة تشتغل فيه بدون ما انت تتدخل انا هختار المعاد ده وهسيبها هي كل يوم في المعاد ده تبدأ تشتغل وصح حضرتك ازاي ما هتراك شايف كده اللي هي لو انا عايز اعمل عملية اه اصلاح لمشاكل الطبعة تختار الطبعة بتاعتك وتضغط على التالي وتسيبه بقى لما يخلص هبدأ بس اولي لحضرتك كم الاختصارات يعني هنا مسلا لو عندك مشكلة اللي يبتح شوش الزرق او عايز تعملها عملية اصلاح من هنا اه اي مشكلة مشاكل اللي هي الصوت اه مشاكل لوحة المفاتيح تسجيل الخطوط اه ادارة الاجهزة اضافة الجهاز اعدادات متقدمة للطبعة وصح حضرتك بوفر ليك اه حاجة رهيبة جدا من الاختصارات في مكان واحد يعني هنا لو انا عايز ازيل البرامج هيفتح معي على طول ازالة البرامج هنا لو عايز اغير الساعة عادة تعيين للوقت تغيير المنطقة الزمنية تغيير الخطوط وصح حضرتك انا هترك ليك ان انت تستعرض هذه الاختصارات الرهيبة وطبعا اه ما تنساش ان انت طبعا تدعم تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يمسلك من كل جديد وتستمتع بهذه الاسرار اللي انا استعرضتها على حضرتك بهذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.